الأوضاع في العراق ولبنان وأفغانستان والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني وأوضاع دول مجلس التعاون الخليجي أبرز ما نقشته أعمال الدورة 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت بمقر الأمانة العامة للمجلس برياض وبحث الوزراء متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلاة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية وسعيا من دول مجلس التعاون لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا منفصلا مع وزير خارجية اليمن أحمد بن ببارك الذي أكد في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة دعم اليمن في مواجهة المشروع الإيراني ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي لم نجد من ميليشيا الحوثي إلا كل صلف وتعنت ورفض لجهود تحقيق السلام وتظهر الهجمات الأخيرة التي نفذها المتمردون الحوثيون هذا الشهر على قاعدة العند وميناء المخاء وعلى العيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بوضوح أن ميليشيا الحوثي المتمردة الإرهابية غير معنية بالسلام وأن الحرب أصبحت بالنسبة لها غاية بحد ذاتها كذلك عقد الوزراء اجتماعا آخر مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين الذي دعا إلى تفعيل خطة العمل المشتركة وإنجاز الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق نعول على اجتماعنا هذا ليأتي استكمالا لجهودنا الجماعية لمتابعة أعمال اللجان المنبثقة في خطة العمل المشترك وإنجاز وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في شتى المدالات التي تصب في مصلحة دولنا وشعوبنا ويأتي اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في خضم أزمات وتحديات عدة تعيشها المنطقة والعالم فقمتها جائحة كورونا التي حملت معها الكثير من الآثار السلبية وخاصة على اقتصادات الدول ترجمة نانسي قنقر